شخص من الشخصيات الرائعة فيه لكل زميله واللي أنا أسعد أن أنا أكون حد منهم ولكل الناس اللي عرفته عن قرب واقل الإبراشي واقل صحفي ومحقق من التراز رفيع وكان مزيع متميز وإنسان أكثر تميزا واقل أصيب بالكورونا ورحل بعد مقاومة كبيرة يعني ساب وراء كل السيرة والمسيرة الصحفية اللي حافلة بالأعمال القيمة والنجاحات اللي مش سهل تتكرر الإبراشي واحد من الأسماء اللي مرت على تاريخ روزا اليوسف المجلة العريقة وكان من نجوم التسعينات وكان صاحب الصبق الصحفي في قضية لوسي أرتين وغرق عبارة السلام ومسبحة بني مزار وسلسلة الهربين في لندن حاجات كتيرة واقل كان من خط الدفاقة خط الهجوم القوي في روزا اليوسف وكان من الناس المؤسرة في روزا اليوسف هو بعد كده بقى نجم تلفزيوني لكن في كل الأحوال كصحفي على الشاشة وكصحفي في روزا اليوسف هو ترك بصمة وكإنسان كمان ترك بصمة وأثر وتوقيع هيفضلوا مستمرين مدى الحياة وأكيد في أجيال كتير من الشباب هتتعلم منه التحقيق الصحفي والتحقيق التلفزيوني يبقى إزاي كان محقق من الدرجة الأولى وألف رحمة ونور لروحك يا وائل مفتقدينك دايما لكن أنت دايما موجود معنا كمان هو كان متفاعل مع الحياة لدرجة أنه قبل رحيله هو كتب ناعي في شخصية ملهمة أخرى في تاريخ مصر كله مش على مستوى بس أصحابها تهاني الجبال تهاني الجبالي المستشار الجليل الكبير يعني تهاني الجبالي جزء مهم جدا من تاريخ مصر في السنين الأخيرة هي أول امرأة مصرية تولت مهنة القضاء في العصر الحديث اللي عرف تهاني عن قرب يعرف يعني إيه معنى الأمومة والثقافة والاستنارة والعطاء يعني أنا كان حظي كويس أنها هي كانت بالنسبة لي أم روحية وكانت شخصية بجد نموذج وتدرس في كل تفاصيل حياتها اللي يعرفوا الناس عنها أن هي نائب رئيس المحكمة الدسترية العليا وأن هي السيدة اللي تولت المنصب القضاء الأعلى في تاريخ مصر بعد عملها بالمحامات 30 سنة شكرا